السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفرد والياسمين على احلى فنانين في الدنيا. يا ترى عملتوا ايه? عملتوا المفرش ولا لسه بشغالين فيه? نهارت ان شاء الله عملالكو مفرش سهل او قاعدة للاطباق او الكسات سهلة وسريعة مفيش اسهل من كده. حاجة جميلة تيعمل بيها شكل آآ جمالي على الصفرة ويبقى تغيير. وزن القطعة. وزن القطعة الوحدة حوالي آآ دي مية وتلاتاشر آآ عشان خيط خفيف خلي بالك. لو خيط اتقل شوية. هتبقى حوالي دي حوالي مية تسعة وخمسين جرام بتتفاوت بقى منه حاجة لحاجة. يعني هي في حدود من مية وخمساشر لمية وستسين جرام على حسب آآ آآ الخيط. سهلة وسريعة مفيش اسهل من كده. بقدر تكبر الكطر اكتر من كده زي ما انت عايزة. وبعدين في الاحلى تعمل الفسطنات قوي اللي هي للشكل اللي برا ده. آآ بنفس طريقة تزايد في الدايرة. لو انت مش عارفة توصلي الفيديو. وليه انا حطولك في التعليقات. وهحطولك في التعليق المسبت في اول آآ تعليق تحت الفيديو. ويا ربكم سهل عليكم. وعايزة اشوف رأيكم في التعليقات. بحبكم جدا. وانتدي بسم الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. انت ممكن تشتغلي لو انت هتشتغليه للاطباق او الحلاء او الحالات السخنة. نستخدم خيط الكليم او خيط قطن. تمام? زي خيط ليزا كوتونغولد. او ممكن تشتغلي مصر البيضة على فاتلتين. اي خيط قطن. تبقي عارفة ان هو ضيء مية في المية قطن. وتقدر استخدامي تحطش عليه حاجة سخنة او خيط الكليم. لو انت عزيك منظر للصفرة او كده ممكن تستخدمي اه ليزا ديفا. او تستخدمي خيط السلسلة. خيط بينا? مش باقي نصف. هي ابرة رقم عشر. ايه. تمام? هي 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 العاج او ممكن تستخدمي اي ابرة تانية. تمام? هنعمل. هنلف كده. تاني. هنلف. كده. ندخل دي كده. هلف دي كده. وهدخل الابرة هنا وهاخد لفا. هعمل واحد. اتنين. قبل ما بتدي صحيح لانست اقول لكم. حاول جيبي خيط الكليم اللي هو مش بيموت. تمام? يعني ممكن تجيبي اللي ميموت او مش بيموت. بس هو اللي مش بيموت افضل من اللي بيموت معاك. تمام? واحد. اتنين. تراتة سلسعة. هاخد لفا وهدخل جوه الفراغ ده. واخد لفا واطلع. لفا واطلع من حلقتين. لفا وهطلع من حلقتين. اخد لفا وادخل جوه الفراغ ده. اخد لفا واطلع. لفا. واطلع من حلقتين. لفا واطلع من حلقتين. لفا وادخل في الفراغ ده. لفا واطلع. لفا واطلع من حلقتين. لفا واطلع من حلقتين. انا الوقت اعملت التاسي السلسلة ده راح سيبه معمود. وانا عملت كمان تلات اعمدة. هعمل لو تستغلل بخط الكليم هعملي اتناشر عمود. لو هستغلبي بخط رفا اعملي اربعتاشر عمود. تمام? ده حاجة ترجعلي. انا هكلمل لغاية ما يكملوا معي اتناشر عمود. خير السطر. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر. اعمود هشد دي. كده. على الاخر. على الاخر ما استطيع. جامد. كده. تمام? هقفل. في تالس سلسلة من تحت. واحد اتنين تلاتة هدخل هنا هون. وقد لفة. وادخل بالحلقة اطلع من الحلقة دي. من الحلقة دي. كده هيبقى تزايد. تزايد يعني بقى من العمودين فوق عمود واحد. هنعمل تلاتة سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. تلاتة سلسلة دول بدل اول عمود. هاخد لفة. هدخل فوق في نفس المكان اللي انا عفلت منه. واخد لفة واخد. معي تلات حلقات على الابرة. هاخد لفة واطلع منه. حلقتين. لفة. واطلع من حلقتين. انا كده عملت زايد عمرين فوق عمود واحد. هاخد لفة. وهدخل فوق العمود التاني. بصين. ده العمود الاولين اللي انا شغاله فوقين. اللي ينبيه على طول ده العمود التاني. هدخل. بتخشي فوق راس العمود هنا. كده هو. عندك الحلقتين دون. وبينه. وهاخد لفة. لفة واخرج من حلقتين. لفة واخرج من حلقتين. هاخد لفة. وفي نفس المكان اللي انا عملت ده هعمل عمود. كده انا عملت. عمودين فوق اول عمود. عمودين فوق تاني عمود. زايد تزايد في الدائرة لو انش بش غطيش فيديو تزايد في الدائرة. الدائرة ممكن ترجعين. هاخد لفة. بادخل فوق تالت عمود. بس. ادي العمودة هو. وايه عمودين? ادي العمود التالت هتدخل هنا هون. كده. واخد لفة. لفة واطلع من حلقتين. لفة واطلع من حلقتين. هاخد لفة. وادخل في نفس المكان. واعمل عمود. تمام. اخد لفة. وهدخل فوق العمود اللي بعد دي. ادي عمودة هو فوق عمودين. هدخل في العمود اللي بعد دي. كل عمود فوق ايه هدخل في الفتحة دي. واعمل عمودين مع بعض. عادي عمود. كده ابدأ تفرد معاكي. لفة. وهدخل في عمود كمان في نفس المكان. عاملين احنا كوايد اطباق كتير في القناة. وعملين كوايد اه كاسات. ان شاء الله تاجد. تمام. عملت كل عمود. ادي عمود فوق ايه عمودين. عمود فوق ايه عمودين. عمود فوق ايه عمودين. عمود فوق ايه عمودين. هكمل لغاية اخر السطر بنفس الطريقة. السطر. بقى عندي اربعة وعشرين عمود. اتنين. اربعة. ستة. احترم intéressant. اربعة عشر. ستة عشر. طبان عشر. اتنين وعشرين. اربعة عشرين عمود. لو انت بدء بالمارس brain x24 ال اامود. لو انت بدء عمود لو الخوفيه سيبقا عندك ايه في السطر الثاني اه اه تمانية وعشرين. ايه 48 عمود. ا غين ي завис LAN لاغن Hurricane. immuno tenemos مزلقة دي كانت زي دي بالزبط تمام ما تقوليش ان هي لفت او عمل دي لما بتقعد شوية بصي ريحت سطر رقم 3 هنيعمل 1 2 3 سلسلة هنعمل عمود فوق العمود الاولاني والعمود التاني هنعمل فوق اتنين عمود هتخذ فوق العمود التاني فوق راس العمود ده وعمل اتنين عمود نزي واحد اتنين في نفس اتنين 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 فوق نفس العمود اتنين فوق نفس العمود اللي بعده اللي بعده لفة لفة واتنين عمود فوق العمود اللي بعده لحد اتنين فوق نفس العمود عمود هنعمل سلسلة هدخل في نفس المكان واخد لفة وعمل غرزة حشو هاخد لفة هفوت العمود اللي بعديها وفي العمود رقم اتنين هدخل وعمل خمس اعمد ادي واحد في نفس المكان اتنين ابرى دعمة جدا فبتفلت مني ثلاثة في نفس العمود اربعة في نفس العمود خمسة فوق نفس العمود ايدي عمود اتنين تلاتة اربعة خمس ده العمود اللي احنا شغالين فوقيه هنفوت العمود اللي جنبه وفوق العمود اللي بعده هنعمل حشو خمسة لو انت بتشتغل بخط كليم او خط خين عمدا يستحسن تمسيك الابرة كده متمسيك ها جزاين انا متعود امسيك الابرة كده فغصبا عني مبسك كده هي بتوجع لي كده هو الاسهل في خط الكليم او خط سميج تمسيك ها كده علشان ما تبجعش ايديك هاخد لفة هفوض العمود اللي بعده والعمود اللي بعديه هدخل وعمل خمس عمدة فوق العمود ده ايدي واحد لفة واتنين فوق نفس العمود تلاتة فوق نفس العمود اربعة فوق نفس العمود خمسة فوق نفس العمود واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة هفوت العمود العمود اللي بعديها واللي بعديه هدخل وعمل غرزة حشو هاخد هاخد لفة هفوت العمود اللي بعديها وفوق العمود اللي بعض وهاعمل وهاعمل خمسة مع بعض فوق نفس العمود ايدي واحد اثنين تلاتة تلاتة واحد اثنين تلاتة تلاتة اربعة خمسة اثنين وعمل غرزة منزلقة. واقطع الخيط الزيادة. واسحب سلسلة تأمين كده اهو. وهاجي من ورا. طبعا احنا كل آآ نخيط من نضافها بابر التنضيف. بس عشان دي آآ سميكة فمش هعمل آآ ده. هدخل كده اهو من ورا. واسحب الخيط اهربوا بقى من ورا كده. بين الغرز. كده. مع اتجاه شغل الغرز وبعد كده قص الزيادة. وابت الشغال لخلنا خلص. الوحدة عاملة حوالي مية خمسة وعشرين جرام. مش عارف بينا. مش هبين كده. مية خمسة وعشرين جرام آآ خيط. عشان في بنات كتير بتاع تسألني آآ عملت قد ايه? عشان يعرف فيه هجيبه كم آآ من الخيط وكده. وبكده يكون خلصنا. تقدر تعملي الوان كتير واشكال كتير واحجام كتير. تقدر يكباري الدايرة عند كده. بفيديو تزايد الدايرة آآ اللي هتلاقيه فيه على القناة ومش عارفة توصليلي قوليه وانا احطهولك. آآ وتقدر تكباري المقاس اللي انتي عايزاه. بحبكم جدا ويا رب بيكون سهلة عليكم. دايك وشير للفيديو. بحبكم. واشتركوا معنا خير. والسلام عليكم ورحمة وبركاته. اشتركوا في القناة